الحديث لا ينتهي عن إبر التنحيف على اختلاف أسمائها وشركاتها المصنعة خاصة مع ارتفاع الطلب عليها بسبب زيادة اهتمام الناس بإنقاص الوزن بسرعة من خلال تلك الحقن. لكن ومع هذه الشهرة الرائجة إلا أن البعض قد ينكر الجوانب السلبية لتلك الإبر المتعلقة بشكل الوجه والتغيرات التي تصيبه عقب استخدامها. مصطلح وجه أوزن بيك هو الوصف الذي يطلق على مستخدمي تلك الحقن وتحديدا حقن الأوزن بيك الشهيرة. ووفق أطباء فإن هذه الحقن تسبب تغير ملامح الوجه وزيادة ترهل الجلد في منطقة الرقبة والذقن. وهذا المصطلح أشار إليه سابقا الأطباء الأمريكيون بعد مراجعة كثير من الأشخاص لعيادات التجميل لطلب الاستشارة لشد الوجه. ووفق أطباء التجميل فإن الفقدان السريع للوزن يعرض الأشخاص لترهل الجلد وشيخوخة البشر المبكرة بشكل واضح إذ يفقد الجلد حيويته ومرونته. ويرى الأطباء أن وجه أوزن بيك قد لا يحدث لكل من يتناول هذا الدواء إنما لفئة معينة وتحديدا كبار السن والأشخاص الذين لديهم عوامل جينية أو قابلية لترهل الجلد أو أولئك الذين لا يحصلون على التغذية السليمة.